أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية طبعا من الرقا والحاجات اللي بنحطها في أولادنا دي تخليهم مش واسقين في نفسهم وخايفين طول الوقت لفقرتنا الحالية هي بناء ثقة الطفل في نفسه زي نربي طفل واثق من نفسه مش بينجر الكلام أي حد يقوله خلاص حتى لو فيه عنده مشكلة معينة زي يخليه واثق من نفسه من قدراته وقادر انه يطلع ابداعه ده اللي هنشوفه مع ضفتنا اللي شرفونا فلسطيجي دكتورة مصاحبة كلانة الشارع التربوي أهلا بيكي معايا دكتورة أهلا بيكي أهلا بيكي صباحك فل الأول ما عايزة أفهم نفسي والمشاهدين وكل اللي بيسمعنا يعني إيه طفل واثق من نفسه لأننا بنشوف أطفال كتير موجودين تكلميه الكلمة يرد عليك الكلمة بعشرة صحيح ومامتو تقول أنتو عايزين أهز ثقته في نفسه أنا مبسوطة بابني بيعرف يرده بيعرف يجيب حقه والبيت اللي مفهوظ صايا حقه ضايع فالواد ده وات كده واثق في نفسه فمين الطفل الواثق في نفسه فهي ثقة بالنفس عبارة عن صفة ممكن أن نعرف الطفل الواثق بالنفسه هو الطفل القادر على التعبير عن ذاته وأفكاره وآراءه ومشاعره وانفعالاته بشكل صحيح وأيضا هذا الطفل من لاحظ أنه قادر أيضا على تطوير ذاته وإمكانياته بحدود قدراته بما تسمح به قدراته فبالتالي أعطيكي ملاحظة بسيطة الآن يختلف الطفل الواثق من نفسه عن الطفل بيكون عنده شوية وقاحة نحن منقول لأن في التعريف مثل ما لاحظنا بشكل مناسب للمجتمع الذي يعيش فيه عندما يعبر عن ذاته بأسلوب صحيح يعتبر طفل واثق من نفسه عندما يعبر عن مشاعره أحيانا بطريقة غير صحيحة لا يعتبر هذا من شكل من أشكال أنه هو واثق من نفسه ربما تدخل أحيانا في جانب الوقاحة حقيقة يعني بعض المستشارين التربويين وعلماء النفسي بيتكلمون أن الطفل أصلا بيبقى عنده مقدار كبير من ثقته بنفسه وإحنا في أول سنين خاصة أول 7-8 سنين من عمر الطفل يأما بنغذي بأنه الاستقاة دي تزيد عند الطفل بإما إحنا بنكون السبب في أن الطفل دوت يطلع بعد شوية مش واثق بنفسه أنا ممكن أكون في سبب أنه طفلي مش واثق في نفسه إزاي صحيح الأساليب التربوية اللي بتستخدمها لأسرة مع الطفل هي أساليب تعليمية حقيقة إما أن تدفع الطفل إلى تعلم مهارات الحياة المختلفة أيا كانت الاستقلالية أو المعرفية بشكل صحيح فبالتالي تدعم ثقة الطفل بنفسه أو أنها تحبط عملية بناء ثقة الطفل بنفسه ديني مثال يا دكتورة الآن الطفل الصغير نأخذ الأطفال من عمر الأصغر مثلا في عمر 5 سنوات 3 سنوات يكون مندفع للتعلم بشكل جدا كبير ومحب يعني فطريا مهما كانت قدراته هو محب للتعلم بشكل كبير عندما تشجع الأسرة طفلها على الاستقلالية تعلم مهارات الاستقلالية بداية هي من أهم مهارات هذا الطفل عندما تمدح الطفل تعلم الطفل كيف يأكل لوحده كيف يرتدي ملابسه لوحده كيف يتسابق مع أطفال في مثل عمره ويحاول أن يعني يلعب معهم في هذه الحالة هي تزيد من ثقة أطفالها بنفسه بأنفسهم ولكن عندما تمنع هذه الأسرة طفلها من تعلم مهارات الحياتية طفل صغير يأتي ليأكل مثلا لا تأكل لوحدك أنا سوف أطعمك إذا أكلت سوف مثلا توسق خدومك توسق خدومك فبالتالي هذا يدفع الطفل إلى عدم ثقة بنفسه عندما يحاول هذا الطفل أن يرتدي ملابسه أكيد هو لن يقوم بالمهارة بشكل صحيح لا تصبر الأم على هذا الطفل توبخ الطفل عندما يختار الطفل ملابسه دكتورة طمه برضو بالعقل يعني أنا عندي مثلا 3-4 عيال لما كل طفل عايز يأكل لوحده ويوسخ للأرض وكل طفل عايز هو اللي يختار مأهدومه ويناكش الدوليب وكل طفل عايز يأخذ ألعابه ويلعب بيها وما زعقشه وما عملش أي حاجة أنا كده اللي هفقت ثقة في نفسي لا لا هي في الحقيقة بالعكس الصحيح أنه عندما أتعامل بأسلوب صحيح مع أبنائي في الحقيقة ما بتتعب الأم العكس هو الصحيح لأنه سوف يكتسب المهارات الحياتية بسرعة أكبر فبالتالي سوف تتفرغي أنت للأصغر يعني طفل الخامس سيستطيع أن يأكل لوحده ولو أنه وثق قليل ولكن شيئا في شيء سيتعلم الاعتماد على نفسه فبالتالي تتفرغي أنت للأصغر ولكن عندما تعامل جميع الأطفال بأنهم لا يستطيعوا أن يأكلوا لوحدهم يغسلوا أيديهم لوحدهم يرتدوا أيضا ما لابسهم لوحدهم سوف يتجمع لديك عدد من الأطفال غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم فتزيد مسؤولياتك طيب فبالتالي الأم هي أكبر يعني مع عون للأبناء ببناء ثقتهم بأنفسهم بطريقة استخدامه لأساليب تعليم صحيحة خلينا كمل محاضرتك الموضوع لأنه مهم جدا ولكن معنا تقريب يتكلم على بناء ثقة الطفل في نفسه نشوفه ونرجع نوصل معيك كلام هل تعتقد أن مسؤوليتك نحو أطفالك تقتصر على التربية وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة؟ بالطبع لا فبناء الثقة لدى الطفل بداية من مراحل حياته الأولى تعد من المهام الأساسية لدى الأهل لإنشاء طفل سوي نفسيا يحدث الأمر تدريجيا نتيجة أحداث ومواقف وردود أفعال صحيحة تتوحد جميعا لإكساب الطفل ثقته بنفسه لكل طفل شخصيته المتفردة فلا تقارن طفلك بالآخرين حتى لا يشعر بالدونية ركز على نقاط القوة والتمييز لدى طفلك بدلا من التركيز على أوجه القصور لإشعاره بالثقة والقبول استمع لما يدور في عقل طفلك حتى النهاية ولا تقاطعه فالطفل في حاجة للشعور بأهمية رأيه إياك وربط حبك للطفل بما يقوم به من أفعال قدم له حبا غير مشروط وكن مصدر دعم وأمان لا مصدر تهديد لن تكون بجانب طفلك للأبد فلا داعي للمبالغة في حمايته والخوف عليه شجعه على خوض تجارب جديدة ورقب من بعيد لتعزيز ثقته بنفسه في التعامل مع الآخرين طيب دي بعض الخطوات اللي ممكن أعملها عشان الطفل يكون واثق في نفسه طيب أنا عايزة أعرف إبني ده واثق في نفسه ولا لأ خصوصا إن ثقة في النفس بتبان بشكل قوي في مرحلة المراهقة أو المرحلة بعد ما تخلص مرحلة الطفولة على طول بيبدأ يبان بقى الطفل ده بيمشي وراء أصحابه ولا لأ هو مؤثر ولا بيتأثر وكلام ده ولكن قبل كده قائسة إزاي إن ابني طفل واثق من نفسه عبارة عن صفات مثل ما قلت لك حقيقة يظهر الطفل الواثق من نفسه في قدرته على التعبير عن مشاعره نجد أن هذا الطفل يأتي ليك ويتحدث لك عن مشاعره أنا أحب وأنا لا أحب عندما تقول له ارتدي مثلا هذه الملابس يقول لك أنا أختار هذه الملابس أو هذه الملابس وهو في الحقيقة يجب على الأم أن تضع لديه مثلا ثلاث خيارات ترتدي هذا أم هذا أم هذا أيضا هذا الطفل بتلاحظه أنه يحب التواصل مع الآخرين والاجتماع بهم أهم صفة للطفل الواثق بالنفسه هي تكوين صداقات اجتماعية مع الآخرين فبالتالي نعزز بناء صداقات اجتماعية مع الآخرين عن طريق مدح صفات هذا الطفل أنت قادر على أن تلعب مع الأصدقاء بدون أن تحدث مشاكل تعلمه طبعا الأم كيفية اللعب بطريقة صحيحة كيفية الاستئذان كيفية التعامل مع الآخرين ثم تشجع أيضا على التواصل مع الآخرين أيضا هذا الطفل قادر على تحمل مسؤولياته بمعنى عندما يحضر من المدرسة تكون لديه مجموعة من الواجبات من أي صفوف حتى من الروضة يجلس طبعا الأطفال في الغالب لا يحب أن يجلسوا للدراسة ولكن الأم تشجعهم عندما تجلس في البداية معهم إلى أن يتعلموا هذا السلوك شيئا فشيء تسحب هي مساعدتها لهؤلاء الأبناء نجد أن الأبناء يقضون وقت في تحمل مسئلياتهم الدراسية أيضا يتفاعلوا مع الآخرين بشكل صحيح يعني حتى المشكلات السلوكية والانفعالية تنخفض بشكل واضح مع الأطفال الواثقين من أنفسهم مشكلة الخجل لا نجدها لدى الطفل الواثق من نفسه لماذا؟ لأنه تعلم مهارات عديدة الطفل أي شخص عندما يتعلم مهارة هو يحب أن يعرضها على الآخرين فبالتالي كلما تعلم مهارات أكثر كلما زادت ثقة بنفسه إذن وسيلة بناء ثقة الطفل بنفسه هي التعليم كلما تعلم الطفل أكثر مهارات مختلفة كلما زادت ثقة بنفسه وأصبح خادرا على التعامل مع الأشخاص الآخرين وحبهم دكتور أنا قرأت في واحدة من الدراسات أن الأم اللي بتقضي وقت فعال أكتر مع أطفالها بتربي أطفال وفقين أكتر من نفسهم فعايزنا نقف على صحة الدراسة دي وفي نفس الوقت يعني إيه أقضي وقت فعال مع ابني خلي طفل وثق من نفسه طبعا هي الدراسة صحيحة يعني دراسات عديدة وليس دراسة واحدة تؤكد كلما قضت الأم وقتا مع الطفل طبعا والأب أيضا كلما زادت ثقة الطفل بنفسه الأم عندما تقضي وقت مع هذا الطفل هي تقضي وقت في تعليمه سواء عندما يساعدها في أعمال المنزلية هو يعني صح يسبب لها شوية مشاكل ولكن في الأخير تزيد ثقةه من نفسه أيضا عندما تجلس يحكيني كمبرح عمل إيه كب اللبن كله على الأرض وقاي يقولي ماما أنا عملت مشكلة كبيرة أيضا تعلمه كيفية حل مشكلاته يعني الآن حدثت مشكلة تحدث مع الصغير وتحدث أيضا مع الكبير يعني ممكن اللبن أنت تكبيه يا تسنيم ممكن ممكن يحدث معه ممكن نكسر البيض وممكن نقعد ديئة على الأرض كل حاجة دي بتخصر الآن كيفية حل المشكلة عندما نعلم الطفل كيف يساعدنا بتنظيف هذا المكان في الحقيقة تزيد ثقةه بنفسه أثناء تنظيف هذا المكان ممكن أنا أشرح له عندما نمسك الأشياء نمسكها بشكل متوازن لا نرغب بأن تتكرر هذه المشكلة ولكن هذا في جو تعليمي يشع بالحب والأمان لا نشعر الطفل بالخوف لمجرد أنه ارتكب خطأ من المعروف أن الإنسان عندما يتعلم يرتكب العديد والكثير من أخطاؤه الآن عندما تعود أنت لسنوات الطفولة المبكرة سوف تجد أنك ارتكبت العديد من الأخطاء عندما تعامل الأهل بحب مع أخطاء أبنائهم ويوجهوهم بحكمة في هذه الحالة تتطور ثقة الطفل بنفسه إذن أيضا عندما تجلس الأم مع أطفالها لتقرأ لهم منذ أن يكون صغير تقرأ لهم قصاص تنشد معهم أناشيد يتعلموا قيم أخلاقية واجتماعية مهمة جدا لهم في التواصل مع الآخرين ولتطوير أنفسهم أيضا يعني محتاجة مش مجرد أن أنا أعود مع أولادي وأنا ببص في التليفون أو وهم بيتفرجوا على التليفزيون وأنا بشتغل أي شغل لأنا محتاجة أعود معاهم أقضي وقت مثمر هم يتبسطوا وأن أنا قاعدة معاهم وأن أنا بكلمهم طب واحدة من الحاجات اللي بتحصل والحقيقة بيبقى فيها تضارب يعني مبقاش عارفيني يا صح ولا لا أنه مثلا جان نظيف بتلاقي الطفل قاعد مش مدي مؤممته فرصة أبدا لأنها تتكلم كل ما يتكلم يتكلم في صوتها كل ما تتكلم يتكلم في صوتها كل ما تبدأ تحكي قصة ولا تحكي حدوته لا مش دالله حصل أنا اللي هحكي ويروح مكمل هو القصة أو يعاكس الكلام اللي هي بتقوله فطبعا هنا الأم بتلجأ لحاجة من الاتنين إما أنها تنهرو ده من الناس اللي موجودة إما تقوله اتفضل روح قطك لحد ما الضيوف يمشوا وبيقال إن المفروض لا ده اللي يحصل ولا ده اللي يحصل بس في نفس الوقت مش كل الناس هتتقبل ده الناس هتقول على بني مش متربية أو بنتي إنها مش متربية أنا عايز أعلمه يكون وثق من نفسه بس في نفس الوقت مع مراعاة قواعد المجتمع وأصول الأداب العامة إزاي أعمل التوازن ده تسنيم تؤكد الدراسات العلمية أن المهارات الاجتماعية هي من أهم المهارات الأبناء يعني نحن دائما مناخد أنه زكي الطفل وبيعرف كتير أشياء لكن في الحقيقة عندما يكبر الطفل لن يستفيد إلا من المهارات الاجتماعية بشكل أكبر من المهارات العلمية الأخرى فبالتالي المهارات الاجتماعية تعلم للأطفال منذ الصغر مجيء ضيوف لعندي هو يعني فرصة كتير كبيرة للأم كيف تعلم ابنها التعاون مع الأشخاص الآخرين قبل أن يحضر الضيوف ممكن أن أجلس مع طفلي وأشرح له أداب الحديث أداب الحديث يستوعبها الأطفال منذ أن يكونوا صغارا هذا لا يعني أنني بعد أن أشرح لأبنائي وأتحدث معهم عندما يحضر إليه ضيوف سيكون الطفل هو يعني آلة مستجيب لجميع تعليماتي في الحقيقة أيضا الطفل محب أن يعرض إمكانياته مهاراته وقدراته فليس من المعقول أن تحضر مثلا صديقة للأم وطفلها عمره خمس سنوات تجلس هي اللي تتحدث وتسعد مع صديقتها لمدة ساعتين وربما ثلاث والطفل هو آلة ساكت جامد ما بتحدث في الحقيقة هذا ضد بترحضي معها بقى في الآخر وتروح مديله التليفون لا وهذا أيضا يعني لا يصح الصحيح أنني أشغل ابني بي أيضا ألعاب مناسبة أو أقول لضيفة أن تحضر معها طفلها بحيث يلعب الأطفال مع بعضهم وأنا أيضا أقضي وقت ممتع الأم الآن عندما تنجب طفل أصبحت هي شخصين وليش شخص واحد أنا عندما أبحث عن سعادتي لابد أن أبحث أيضا عن سعادة أبنائي أولا ممكن أنا أقول للضيفة أن تحضر ابنها معها بحيث يصبح هناك مجال للتنفيس النفسي لابني يتواصل مع ابنها أيضا ممكن أنا أعطيه مثلا تلوين رسم التلوين معينة يعني يتابع بها هذا الطفل إذن أنا لابد أن أفكر في ابني قبل أن أفكر بنفسي خاصة عندما يكون صغير أشغل وقته بما يفيد أثناء انشغالي هذا أولا أيضا أعلمه الآن عندما أتحدث مع صديقتي من أنه ممكن أن أقول له انتظر لأنتهي من حديثي وسوف تتحدث أنت أيضا بما ترغب وأيضا لابد أن أذكر نقاط القوة الموجودة عند ابني مثلا حفظ آياتنا القرآن الكريم أقول لصديقتي استمعي له هو الآن يشعر بثقة بنفسه أنه أيضا لديه شيء يقوله ففي هذه الحالة هنا دور الأم هل هي تمدح الطفل وتشجعه وتعلمه وتوجهه بشكل صحيح أم أنها تقول له إجلس في غرفتك بالتالي لا يتعلم مهارات اجتماعية مهمة له في الحياة برضو من الحاجات اللي بيقول لنا بتهز ثقة الطفل في نفسه فكرة الحب المشروط أنت لو عملت كذا أنا هحبك لو ذكرتها هحبك لو مثلا ما وستخدش المكان أنا هحبك فالطفل بيقول طيب لو أنا عملت العكس في دماغه يبقى أماما مش هتحبني صحيح الموضوع ده فعلا صح طب ما إحنا كلنا يعني بدون قصد بنقول لولادنا الكلام ده بس هذا كتير يعني حقيقة خاطئ في التربية الحب المشروط أحيانا الطفل عندما يحاول أن يتعلم مهارة لا ينجح فبالتالي عندما يفشل يقول أن أمي لن تحبني لأني لم أستطع تعلم المهارة حتى عندما يبزل جهد يعني جميع الأطفال يبزلوا جهد ولكن قدرات الأطفال مختلفة الفروق الفردية موجودة بين الأطفال عندما أنا أربط محبتي لهذا الطفل بتعلمه مهارة معينة أيا كانت في هذه الحالة عندما يفشل الطفل سوف يفقد ثقة بنفسه وأيضا يستصعب يعني تعلم هذه المهارة فبالتالي أنا سوف أخسر شيئا أولا ثقة طفلي بنفسه وأيضا عدم محاولته من جديد لهذا التعلم ولكن عندما أنا أقول له حاول جهدك في تعلم هذه المهارة أو أحيانا عندما يقوم بالسلوك خاطئ لا أربط محبتي بشخصه بذاته وإنما بالسلوكه أنت لم تقم بالسلوك جيد أنا لا أحب أن يقوم أحد بهذا السلوك يعني لازم أأكد له أنا بحبك بس ما حبتش السلوك الخطأ اللي أنت عملته هذا كتير مهم إذا لاحظت أنا طفلي عمره خمس سنوات دائما عندما يقوم بالسلوك خاطئ يسألني هل تحبيني؟ أنا ما قلت له أني ما بحبك لماذا مثلا أحيانا يدخل يريق شيئا على الأرض على طول بيجي لعندي بيقول لي ماما أنت بتحبيني الأطفال بدوم يربطوا سلوك المحبة فانا أقول له أنا أحبك طبعا أنت ابني ولكن لا أحب هذا السلوك هذا السلوك خاطئ على فكرة أنت لو قلت له كده بتلاقيه على طول يقولك أنا آسف يا موة يهدأ الطفل ويشعر بالأمان صحيح طيب دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتعمل مشاكل كتير أعتقد برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي الطفل واثق من نفسه هي أن الطفل يبقى بيلعب رياضة وبيجدها وبيلاقي ذاته فيها طيب لو أنا مش هعرف ألعب رياضة أو بالنسبة لي صعب شوية أنا أنزله مثلا ما عنديش إمكانيات مادية أو كده أستعيد عنها بإيه الطفل يقدر يعمله برضو وفي الحقيقة هي تعمل على بناء ثقة الطفل بنفسه بدرجة جدا كبيرة ولها أهمية حتى من الجانب المعرفي والتعليمي درجة جدا كبيرة لا يمكن الاستعادة عن النشاطات الرياضية الحركية خاصة الأطفال الصغار بالسن بأي نشاطات أخرى يعني بمعنى لا بد أن يكون هناك تكامل هناك نشاطات حركية كبيرة وهناك نشاطات أيضا حركية صغيرة ولكن لكل منها دورها في بناء ثقة الطفل بنفسه بمعنى لابد أن يكون لكل طفل هذا حقه أن يتعلم مثلا رياضة السباحة رياضة ركوب الدراجة مهمة جدا للطفل أيضا المشي مع الطفل لعب الكرة هذه رياضات بالذات للذكور مهمة جدا لأن لحد عمر ست سنين تعلم الطفل يكون عن طريق الحركة فنحن نعلم الكثير من المهارات عن طريق الحركة لا يمكن أن نستعيد عنها بمهارات اجلس في مكانك وسوف أعلمك هذا غير صحيح الحاجة الأخيرة المهمة جدا اللي بتعرض لها الأطفال دلوقتي للأسف وعملها تزداد هي فكرة أنه التنمر من شكله التنمر من طريقة مشيته من ضحكته بنشوفها كتير قوي خاصة مثلا لو إحنا في مجتمعات عربية اليوم بيميلوا أكتر للطفل اللي واخد ملامح أوروبية مثلا أو الطفل اللي عنده قدرات مثلا معينة ممكن يكون الطفل لسه في سنه صغير ما بيعرفش أيو جدا في الحالة دي لو الطفل تعرض لحاجة زي كده هزد له ثقة في نفسه أو بتتقله كتير أو بيسمعها وتتردد من العيل أو من الأقارب الناس اللي هم المفروض أصلا بيعززوا ثقة في نفسه أقول له ايه وتعامل أنا كأم إزاي مع النقد اللي بيجيله على حاجة هو مالوش زنب فيها وإزاي يحول النقطة من وجه نظر المجتمع عيب عنده لحاجة تزاود ثقة الآن صورة الذات لدينا في الحقيقة تتكون لدى الطفل في سنوات عمره المبكرة وأهم من يرسم صورة الذات هي الأم عندما دائما تشجع الأم طفلها وتركز على نقاط القوة الموجودة لديه مهما كان شكله مهما كان اختلافه حتى لو كان عنده مشكلة في شكله هو لن ينظر إلى هذه الصورة لأنه في الحقيقة يأخذ صورة من أمه ما هي العبارات التي تمدح بها الأم عندما تركز الأم على قول أنت قوي أنت تستطيع أنت ذكي فهي بالحالة ترسم صورة ذات الطفل في نفسه في هذه الحالة الطفل يأخذ صورة من الأم والأسرة طبعا حتى بشكل كامل فبالتالي تتطور صورة ذات إيجابية عندما يخرج ليقابل هذا المجتمع حتى لو كلام ده تكرر كتير انتي بتلاقي مثلا الأم يشوفوها يقولها إيه ده بنتك طلع شعرها كرل المين بنتك طلع سمارة المين الكلام ده متكرر جدا نعم ثقة الأم بذاتها تنحكس على ثقة الأطفال بأنفسهم عندما توقف هذا التنمر أو هذا التمييز الأم في أو بدايته دائما تركز على نقاط القوة الموجودة لدى ابنتها عندما يقول المجتمع بالأسف هذا يحدث ابنتك سمراء دائما تسارع فتقول هي زكية هي مثلا تحفظ القرآن هي متميزة في دراستها أو هي مثلا لديها قدرات جسمية تلعب تسبح بشكل جيد فدائما الأم هي أيضا قادرة على وضع حدود لتنمر المجتمع بشكل عام سواء في المدرسة أو في الصديقات فتركز دائما على الصفات الإيجابية الموجودة لدى هذا البنت في الحقيقة هي قادرة على رسم صورة إيجابية لابنتها أو لابنها مهما كان لديهم نقاط ضعف إذن هم يستمدوا ثقتهم من الأم عندما تكون ثقة الأم بنفسها قوية تمنحهم لأبنائها أيضا ثقة قوية يستطيعوا أن يجابه المشكلات الموجودة لدينا في المجتمع لأنها لا تبني فقط صورة ذاتية تبني أفكار عندما تبني أفكار صحيحة وإيجابية في عقول الأبناء في الحقيقة لن يستطيع أحد أن يقف في أمام هذا الطفل لأنه بني بشكل قوي فهو يستطيع أن يصمد أمام أي التيارات طبعا هذا الدعم النفسي الذي تقدمه الأم ليس في فترات العمر الصغيرة أيضا عندما يكبر ويتوجه إلى المجتمع هي دائما معهم استمرة بدعم الصورة الذاتية أو الأفكار الإيجابية عندما تحضر الفتاة لديها وتقول لها أنا سمراء دائما تناقشها فتقول لها أنت قوية أنت زكية أنت تستطيع الاستفادة من قدراتك سوف تغلو بالجميع بمثلا بإذكار إذكارك الإيجابية في هذه الحالة هي تستطيع أن تزيد ثقة ابنتها بنفسها أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نصايبة جلال الاستشارة التربوي الكلام مهم جدا ورائع ربنا يفتحها لك بزيدك من فضله شكرا جزيلا اللي كشرفتين مشاهدينا الأم هي سر العظمة وهي المفتاح اللي بيدي للطفل ثقة في نفسه وأكيد طبعا الأب بس لأن طبعا الأم بتقعد بفترة أطول مع أطفالها فمنوع أنت تتنمري على ولادك أبدا ومعلش ولاد محتاجين صبر ومحتاجين طولة بال بس في الآخر هم ولادك بدل ما تنفيقي كل دا لما يكبروا هم فقديني ثقة من نفسهم إصرفيه بشكل أكتر شوية في سنوات عمرهم الأصغر وهتبصت لقيمهم إن شاء الله بعد كده عندهم ثقة في نفسهم وعندهم حب لكل حاجة بتعمليها معاهم ديهم حب غير مشروط وصبروا طولة بال ودعا لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم صالحين مصلحين اللهم آمين